السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم درسان جديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد تكلمنا فيديو سابق اللي احب يرجع عليه موجود بالقناة عن have, has, have got, has got فيديو مفصل لكن حديثنا لهذا اليوم عن have to, has to احنا نعرف have او has بمعنى يملك او يأكل او يشرب لكن عندما نضع بعدها to تصبح بمعنى يجب مثلا i have to go يجب ان اذهب he has to go يجب ان يذهب كمان اعلم i have an apple every day اذا اأكل تفاحة كل يوم لا اقول املك تفاحة كل يوم اأكل بمعنى يأكل بمعنى يأكل i have a cup of tea in the morning i have a cup of tea in the morning يعني اشرب فنجان من الشاي في الصباح الجملة يقوله بمعنى eat have الجملة الثانية بمعنى بمعنى drink ايضا هاف بمعنى يملك i have a car لدي سيارة لكن حديثنا بهذا الفيديو مختلف تماما ايضا نتكلم عن have to بمعنى يجب مثلا اصطعنا اقول i have to go يعني انا يجب ان اذهب اذا تصبح have معنى يجب وايضا نتكلم عن has to اذا has to يجب وhave to يجب دائما يجب ان ننتبه بعد he she at الكلمة البعضة تكون as مثلا اذا كان عندي do و does وبداية الجملة هي او شاوية واحدة منهم او اسم مفرد مثلا علي محمد وهكذا اختار does اذا كان عندنا has have اختار has اذا كان عندنا eat eats اختار eats اذا الكلمة بها its اذا كان عندنا is are اختار is اذا كان عندنا was where اختار was اذا دائما اذا كان بداية الجملة he she at اختار الكلمة بها is معاته he she at تاخذ has ممكن شخص يقول said ok have to يجب وhas to يجب صحيح نفس المعنى لكن لا اصدعنا اقول i has to to او اقول he have to نفس المعنى الصحيح لكن قواعديا والانجليز يستخدمون هذا الطريقة يجب ان نتبعهم لغتهم الخاصة بهم نقول i have to go يعني يجب ان اذهب we have to go يجب ان نذهب نحن you have to go يعني اقول شخص you have to go يعني يجب انت ان تذهب او اذا كان بنت يجب انت ان تذهبين او انتما اثنين او انتم او انتنا اذا يون عرفها الى خمس ترجمات they they have to go لما تقول they have to go يعني يجب ان يذهبون هم يجب ان يذهبا هما يجب ان يذهبنا هن اذا they ايضا لها ثلاث ترجمات ايضا نفس الجملة اللاحقة to go يعني ان يذهب to نترجمها ان he has to go يعني يجب هو ان يذهب she has to go يجب هي ان تذهب it has to go يجب هي وهو ان يذهب لغير العاقل اذا يجب ان نتبع i we you they نستخدم have to he she it نستخدم معها has to اذا نريد ان نشكل سؤال دائما بالمضارع البسيط استخدم do او does كما قلنا مع he she it استخدم does اضع does في بداية الجملة مع i we you they نستخدم do يعني do i do we do you do they does he does she does it لكن ننتبه بعد he she it اذا استخدمنا does بداية الجملة has يجب ان استبدلها بhave to لا اصدع ان اقول does he has to هذا خطأ اذا اثناء السؤال احول has to اذا تصبح have to اذا بالجملة العادية بدون سؤال اللاحظ have to has to عند السؤال عند اضافة do او does في ذات الجملة تصبح جميعها have to يعني تصبح جملة does he have to go هل يجب ان يذهب يعني هو وننتبه طبعا اصبحت does بداية الجملة هنا تصبح حرف صغير بهذا الطريقة ايضا هنا small letter اذا بهذا الطريقة وما ننسى نضع question mark علامة استفهام do i have to go do we have to go do you have to go ونترجم do بهل ونترجم does بهل دائما وابدا do does بذات الجملة هل واي فعل مساعد ترجمه هل مثلا نريد ان اقول do i have to go هل يتوجب ان اذهب الاجابة ايما تكون بيس دائما short answer دائما الفعل مساعد الاذ اسأل به واجيب به do i have to go yes i do اذا كان no no i don't بهذا الشكل yes i do يعني نعم يتوجب no i don't كلا لا يتوجب ممكن شخص يقول كيف اسأل نفسي نعم بينوا بالنفسي اسأل نفسي او اذا شخص انا بسأله do i have to go هل يجب ان اذهب او لا يتوجب ان اذهب انا رح تكون ايضا yes بدال i تصبح you انت يعني you do no you don't نعم يتوجب عليك ان تذهب كلا مثل الجملة هذه does he have to go كما قلنا بعد does تصبح have to وليس has to ايضا اجابة يما تكون بيس او تكون no does he دائما الفعل المساعد الذي اسأل به اجيب به سألني بdoes اجيب بdoes yes he does اذا كان no no he doesn't كلا لا يتوجب اذا ننتبه have to بمعنى يجب has to ايضا بيجب ننتبه has to مع he she at اثناء السؤال نضع do بداية الجملة مع i we you they او اذا كان جمع مجموعة من الناس يعني ونضع does مع he she at طبعا قبل فداية الجملة اذا كان عندنا مفرد وما ننسى نحول has to الى have to عند السؤال ودائما الفعل المساعد الذي اسأل به اجيب به نريد ان ننفي الجملة النفي ماذا يعني النفي ننفي الفعل يعني ننفي حدوث الفعل باللغة الانجليزية الات النفي هي not تختصر نحذف ال on اضع apostrophe t نحمل not على do تصبح dont وعدنا does not تصبح doesn't هذا بشكل short form شكل مختصر لو تحب شكل كامل بس دائما الافضل يفضل يكون الاختصار افضل فقط اضع قبل have to اضع don't تصبح i don't have to go لا يتوجب ان اذهب we don't have to go لا يتوجب علينا ان اذهب اذا على حسب الضمير يكون بداية الجملة ايضا قبل has to يجب ان اضع does وحمى عليها ان تصبح doesn't نضع بهذا المكان doesn't ونترجمها لا نكتبه بشكل اوضح اذا doesn't بهذا الشكل وما ننسى has يجب ان استبدلها بهاف كما قلنا اذا تصبح he doesn't have to go لا يتوجب ان يذهب بدلا عن has استخدم have ننتبه ننتبه لا اصلا نقول he doesn't has to خطأ اذا has تحذف بعد doesn't استبدلها بهاف تو تصبح جميعها don't have to doesn't have to والكل بمعنى لا يتوجب لاحظة هذا الجمل you have to stop يعني يجب ان تتوقف you have to stop نريد ان اقول هو يجب ان يتوقف he has to stop كما قلنا مع he she it نستخدم has مع i we you they نستخدم معهم have يعني have to ايضا has to ايضا اذا كان اسم مفرد كما قلنا اسم شخص مفرد علي محمد وهكذا اذا كان مجموعة مثلا كلمة people ناس او كان علي عند محمد مجموعة نستخدم have to you have to stop اذا كان نستخدم has he has to stop هو يجب ان يتوقف she has to stop they have to stop بهذا الشكل نريد ان ننفي you don't have to stop لا يتوجب قبل have نضع don't don't انترجمها لا you don't have to stop you have to study يعني يجب ان تدرس نريد ان فيها فقط نضع قبل have to نضع don't تصبح you don't have to study you don't have to study لا يتوجب ان تدرس نريد ان نشكل سؤال فقط نضع do بداية الجملة تصبح do you have to study do you have to study نشكل سؤال كما قلنا نضع do نحول ال y الى small letter بناية الجملة على عامة استفهام do you have to study اسأل شخص هل يجب او هل يتوجب ان تدرس الاجابة كما قلنا ياما تكون yes او تكون no اثنان الاجابة do you هل انت الاجابة نعم انا اذا نحول u الى i وسألني بdo اجيب بdo اذا كان no no i don't وكل الحالات نفس الطريقة نعم يتوجب ان ادرس no i don't كلا لا يتوجب ان ادرس you have to brush your teeth يعني يجب ان تغسل اسنانك كما قلنا have تصبح يجب to an ممكن شخص يريد ان ترجم جملة يجب ان يحتار ماذا يعني ان هي to يجب ان تفرشي اسنانك او تنظف اسنانك you have to do your work يتوجب ان تقوم بعملك نعرف do بمعنى يقوم او يفعل اذا هذا فعل رئيسي بالجملة لكن يختلف عنده بالحالة هذه هذه فعل مساعد وهذه فعل عادي اللاحظ where do i have to put the cups احنا نعرف الجملة هي i have to put the cups يعني يجب ان اضع الاكواب او الكؤوس كما قلنا اثناء السؤال فقط نضع دوب داية الجملة تصبح do i have to put the cups هل هي يجب ان اضع الاكواب نريد ان اضع اسم استفهام داية الجملة تصبح where do i have to put the cups اين هي يتوجب ان اضع الاكواب الفكرة من هذا الدرس انه بس استبدل فاعل او اسم استفهام هكذا الاجابة نبدأ عند الفعل put them them تعود على كبس الاكواب ضعهم ضع من يعني الاكواب put them in the kitchen ضعهم في المطبخ لاحظ لا نقول put the cups مرة ثانية دائما اللغة يستخدمون الضمائر لتفادي تكرار الكلمات او الاسماء where do i have to put the rubbish نفس الجملة لاحظ i have to put the rubbish بدا الكلمة the cups حطيت كلمة the rubbish ربش الوساخة او الزبالة ايضا كما قلنا do i have to put the rubbish فقط نضع where اين تصبح اين يتوجب ان اضع الزبالة ربش نحفظها ايضا نبدأ من عند كلمة put 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 it ضعها لحظة هنا استخدمنا بدل عن ربش it لماذا ربش هنا مفرد اذا نستخدم الضمير it cups بالحال الاولى جمع نستخدم الضمير them بحالة المفعول به put it in the basket ضعهم في السلة لاحظين اذا نقرأ مرة ثانية where do i have to put the cups put them in the kitchen where do i have to put the rubbish put it in the basket وما ننسى بحالة الجمع استخدمنا الضمير them وبحالة المفرد استخدمنا الضمير at بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن have to و has to كما قلنا have to بمعنى يجب و has to بمعنى يجب i we they تاخذ have to وهي شيء تاخذ has to بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم اتمنى قدمت شيء للفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته